للحج مواقيت زمانية ومكانية فالزمانية هي المحددة شرعا للإحرام بالحج وأداء مناسكه وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمكانية هي المحددة شرعا للإحرام منها بحج أو عمرة ولا يجوز لمن نوى الحج أو العمرة أن يجاوزها إلا محرمة وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق ومن كان موطنه أدنى إلى مكة من هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه حتى أهل مكة يحرمون من مكة ومناسك الحج هي الإحرام والطواف والسعي والمبيت بمن الليلة عرفة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ليلة النحر ورمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة ورمي الجمرات وطواف الوداع وأما الأنساك فثلاثة ينوي الحاج واحدا منها عند إحرامه وهي الإفراد وهو أداء الحج فقط القران وهو أداء الحج والعمرة معا في منسك واحد التمتع وهو أداء العمرة والتحلل منها ثم الإحرام بالحج في يوم التروية وبيان الحج على الأنساك الثلاثة كالتالي الإحرام من الميقات ويلب المفرد قائلا لبيك حجا والقارن قائلا لبيك عمرة وحجا والمتمتع قائلا لبيك عمرة طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع سعي الحج للمفرد وسعي العمرة للمتمتع وسعي الحج والعمرة للقارن تقصير الشعر والتحلل من الإحرام للمتمتع والبقاء حلالا إلى يوم التروية ويبقى المفرد والقارن على إحرامهما ويجتنبان محظورات الإحرام توجه المفرد والقارن في يوم التروية إلى منا وكذا المتمتع بعد إحرامه من محل إقامته ويصل الجميع بمنن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة منها في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية التوجه بعد شروق شمس التاسع من ذي الحجة للوقوف بعرفة وابتهال الجميع إلى الله تعالى بالذكر والدعاء وقراءة القرآن الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس للمبيت بها والتقاط سبع حصيات استعدادا لرمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم التالي صلاة الفجر بمزدلفة والإكثار من الدعاء والذكر بعد الصلاة حتى يتبين بياض النهار التوجه مع يوم النحر لرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات والتكبير مع كل حصات يرميها ذبح الهدي للقارن والمتمتع ويستثنى من ذلك أهل الحرم إذ لا هدي عليهم الحلق أو التقصير التحلل الأصغر من الإحرام وبه يحل للحاج كل شيء كان محظورا عليه إلا النساء طواف الإفاضة وبه يكون التحلل الأكبر للمفرد والقارن سعي الحج للمتمتع وبه يكون تحلله الأكبر بدءا من ليلة الحادي عشر وحتى اليوم الثالث عشر يكون على الحاج المبيت بمينة ورمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءا بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى يرمي كلا منها بسبع حصيات يكبر مع كل حصا ويدعو بعد الصغرى والوسطى ويجاوز الكبرى فلا يدعو بعدها التوجه إلى مكة بعد رمي الجمار من اليوم الثالث عشر ليطوف بالبيت طواف الوداع ويجوز له التعجل في اليوم الثاني عشر فينفر بعد رمي الجمار من منا إلى مكة قبل غروب الشمس ثم يطوف طواف الوداع تقبل الله من الجميع حجهم ترجمة نانسي قنقر